الحكومة التي شكلت طالبان لتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة دائمة لاقت ردود فعل مختلفة من جهات إقليمية ودولية عديدة واشنطن وعلى لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين قالت إنها لن تدعم أي حكومة إلا إذا كانت تستحق الدعم فعلا وقال إن الشعب الأفغاني يستحق حكومة تمثل كفة أطيافه وخلال مؤتمر صحفي مع نظير الألماني قال بلينكين إن على حركة طالبان السماحة بوصول المساعدات إلى أفغانستان على طالبان أن تستمد شرعية حكومتها من المجتمع الدولي ولن ندعم أو نتعامل مع أي حكومة إلا بناء على أفعالها وإذا ما كانت تستحق الدعم فعلا ونفعل كل ما في وسعنا للسينة في عمليات الإجلاء ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الألمانية عن أمله في أن لا تتحول أفغانستان إلى منصة للعمليات الإرهابية نأمل أن تنتقل أفغانستان إلى مرحلة جديدة تتوافق مع المعايير الدولية وأن تنهي هذه الفترة من النزاعات والحروب ونأمل أن لا تتحول أفغانستان مرة أخرى إلى منصة لتصدير الإرهاب المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية قالت إن واشنطن تراقب الوضع في أفغانستان عن كثب وإنها ستقيم أي حكومة يتم تشكيلها بناء على أفعالها وكانت واشنطن قد أعربت بشكل رسمي عن أسفها للتشكيل حكومة طالبان على اعتبار أنها تضم شخصيات مصنفة على أنها إرهابية وأيديها ملطخة بدماء الأمريكيين وتضم عناصر متورطة بالقيام بعمليات انتحارية أو التخطيط لها داخل أفغانستان وخارجها